احنا تعودنا خلاص يوم السبت بنكلم فيه عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي دخلين بوابة عظيمة على منح ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي جعلها موجودة وجعلها من آياتي ومن نعمي وهي البوابة الكبيرة للسعادة وهي بوابة الجواز فأصحاب السعادة هم الزوجين والنهاردة عن كم الكلام كنا لازم نكمل بمعاني مهمة جدا جدا تتعلق بمسألة فاطة الخطوبة والحب وإزاي نقدر نمشي في الاتجاه ده احنا عايزين نقول حاجة مهمة أول ما ينفعش حد يدخل الجواز إلا ويكون معاه أداة مهمة جدا جدا وميزان مهم جدا يوزن هو صالح للجواز أو ما الصالح عايزين نتأكد بقى إزاي أن ده الوقت المناسب للجواز اللي ممكن أبدأ فيه علاقة علاقة بناء أسرة شوف بناء أسرة حاجة ضخمة أعرف إزاي وإيه اللي يكون عندي إيه المعيار المهم اللي يكون عندي عشان أعرف أن أنا جاهز للجواز المعيار ده هو الاتزان إحنا ما بنشوفش إن الشخص لو هو مش متزن إن هو ينفع الجواز وبمقدر ما الإنسان بيكون متزن بمقدر ما بيكون ساعتها قادر على الاختيار المناسب وقادر على إنه يبدأ وياخد قرار الجواز ويح ساعتها هيبقى لما هو هياخد قرار الجواز هيكون ساعتها حاسس براحة وبأمان مش حاسس بتزعزع ومخاوف ساعتها مش هيبقى كويس عليه إنه ياخد القرار ده مثلا إنه هيبقى كويس معايا ويتقي ربنا فيها ولا لا والخوف ده ما بيخليش الواحد حاسس بده وهي هتكون مرنة ولا هتكون مسيطرة ومتحكمة زي ممتها ولا لا يا ترى أنا هقدر أتحمل مسؤولية بيت وأسرة ولا لا أنا كده لسه مش مستقر أنا لغاية دلوقتي مش متزن وأنا شايف اللي الاتزان هو كان مقصود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من استطاع منكم الباقة تفلي التزوى يعني جزء من مفهوم الاستطاعة وإحنا عندنا استطاعة وعندنا باقة جزء من مفهوم أنا أستطيع هو أنني متزن طب أنا لا أستطيع لأنني مش متزن لأن الاستطاعة بتحتاج أن الواحد يكون ثابت وراسخ كتير من اللي اتجوزوا واللي أنا شفتوهم في جلسات الإرشاد الزواجي ما كانوش قدرين على الجواز يعني ما كانوش متزنين بالقدر الكافي اللي يخليهم يقدروا يدخلوا الجواز طب أنا إزاي أعرف نفسي أن أنا أستطيع أنا متزن ولا لا في شوية حاجات مهمة جدا أن نعرفها ونعرف نفسنا ونقيس نفسنا عشان نعرف إن إحنا متزنين ولا لا أول حاجة أنا قادر أدير ذاتي ولا لا فإذا كنت قادر أدير ذاتي فأنا جاهز للجواز قادر أدير ذاتي يعني إيه؟ أول حاجة منظومة قيم حضرة في شخصيتي وفعالة يعني إيه؟ ما ينفعش واحد مش قادر يحب ومش قادر يبقى عنده مودة يعني يحول الحب ده إلى حياة وجعل بينكم مودة ورحمة أنا مش قادر أرحم حد وأدخل الجواز اللي مش قادر يرحم حد يروح يتعلم الرحم طب اللي مش قادر يرحم حد زي إيه؟ زي شخص مش شايف غير نفسه والتاني ده تيعمل اللي هو عايزه يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هو مش قادر على الجواز منظومة القيم مش شغالة وعشان كده نشوف كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر فلازم قيمة الرضا تكون شغالة في ناس كتيرة بيدخلوا الجواز وهم مش متزنين لأن قيمة الرضا مش موجودة هو مش عارف يرضى فداخل الجواز وهو صاخط على الحياة وصاخط على كل حاجة فمش قادر يرضى فهيجوز إزاي؟ لازم يتأهل على الرضا أنا أكلمكم من واقع اللي إحنا عاشنا فإنه حاصل؟ هو مش قادر يرضى طب إزاي هيدخل الجواز؟ مع حد مختلف معاه يبقى فيه قيم لازم أتأكد أن القيم شغالة تاني حاجة لأن الجواز أصلا علاقة قيمية مبناها المودة والرحمة والسكينة والرضا فلو دا مش موجود إزاي يعني أقدر نكون متجاوزين؟ تاني حاجة عشان أقدر أعرف أنا أقدر أدير ذاتي ولا لأ وأقدر أتجاوز ولا لأ تاني حاجة أكون أقدر أشغر مهاراتي الزواجية؟ ولا لأ فمثلا أكون قادر على الحوار أنا بنصح أي حد رايح يتجاوز ومش قادر على الحوار يروح يتعلم إزاي الحوار؟ يتعلم إزاي لما ينصت إليها من أعملش كده؟ أيها خلاص الكلام فإيه اللي حاس تقف؟ أو هو بيتكلم هي تقوله ماشي ماشي لا دا مش حوار دا حالة من حالات الزهق فإيه اللي يحصل؟ فيحسوا إن الحوار مش موجود لو الحوار مش موجود الحالة مش هتبقى موجودة ويتعرف إزاي تطرح الأسئلة وهو يعرف إمتى يحط السؤال مفتوح أو السؤال مغلق يعني مما يجي يسألها أول ما يقبلها ما يقول لاش عملت إيه في الحاجة اللي أنا سبتها لك؟ كده هي خلاص انتقلت من حيز الإيه؟ من حيز الست المشاركة ليه في حياتي إلى الخدامة أنا آسف يعني لكن لو دخل قال لها عملت إيه في يومك النهار دا؟ وفي نص الكلام جاب السؤال المغلق آه دا حاجة مهمة دا هو واحد بيعرف يدير أدواته الزوجية الحاجة الثالثة إنه هو يكون قادر على التعامل مع احتياجاته لأن الإنسان اللي ما بيقدرش يدير احتياجاته وشايف إن احتياجاته نقص ويبقى ناهم بيها يعني مثلا زي الاحتياج الجسدي بعض الرجالة بيقولوا أم أنا متجاوز ليه؟ مش متجاوز عن شان عف نفسي؟ صحيح بس يدير احتياجاتك دي عشان الست في الحقيقة ما تحسش إن هي مجرد جسد عندك وبس أو إن هي شيء يستخدم وبس أو إنك تحس إن الراجل لازم تدير احتياجاتك وإحتياجاتك إنت عايزة الأمان آه بس مش كل ما تشوفيه تطلبي لإن هو هيحس إن هو ما كانت إيتي أم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في إحنا في إدارة احتياجاتنا ادفع باللات هي أحسن في إدارة احتياجاتك ده كله أول حاجة بتأكد إن أنا متزن فيها اللي هي إيه؟ أنا قادر أدير ذاتي ولا تاني حاجة بقى أنا قادر أعيش مع طرف آخر ولا واندمج معاه ده حاجة مهمة جدا لإن في ناس كتير بتدخل الجواز في ظاهرة أنا بسميها ظاهرة إيه؟ زواج الذات هم متجاوز نفسه مش قادر يندمج حتى لما يجي لما يحس إن هي هيمشوا مع بعض أو يعملوا حاجة مع بعض تلاقيه مقلأ هو عايز ياشل وحده فيبقى ساعاته هو عايز يبقى الزوج العازل فهو لازم يراجع نفسه الأول هو قادر يندمج مع حد يشاركه تفاصيل حياة ولا لا وعندنا تمرين بنعرف فيها ده من ده مثلا إنه هو قادر يحس يفكر بإنه هو مكانها ولا لا لو هو مش قادر إنه هو يفكر مكانها هو مش قادر يندمج هي قادر تفكر إنه تحط نفسها مكان ولا لا اللي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه قادر يندمج معاه وقادر يتفهمه وقادر يعيش معاه يبقى تاني حاجة هو قادر يندمج ويعيش مع آخر ولا لا لأن فيه ناس كتيرة عاملة زي تقولك أنا عاملة زي الفريق ما أحب الشريك طبعا أنت تتجوش بشريك حياة دي إزاي فأنت لازم الأول خالص تكون عندك قدرة على الاندماج الحاجة التالتة اللي تيسمي بها نفسك أنت متزن وأدر على الجواز ولا لا نسبة تقبل شريك حياة قد إيه يعني إيه إزاي هتدير الخلاف خلاف التنوع اللي بينك وبين شريك حياتك آه يبقى تالت حاجة إنت إزاي هتقدر تدير شريك خلافتك مع شريك حياتك ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل حضرت النبي علمنا إزاي نسع الناس إنك لم تسع الناس بمالك ولكن تسعها بأخلاقك وعشان كده لازم أنشط أخلاقي إيه اللي حاصل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آه طب ليه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في الحياة الزوجية إن أنا لو إن أنا في المسائل الخلافية إيه اللي حاصل قدرت وجه نظره بوجهة نظر المرة الجاية هو يعمل بوجهة نظري آه ده حاجة فيها إثار وحاجة فيها كمان جمال آه ساعتها الناس هيقدروا يحسوا بذوق حلاوة ولا تنسوا الفضل بينكم فيه فضل أنا المرة دي قلت له طب خلاص نجرب اللي أنت بتقوله ده هو المرة الجاية يقول لي طب خلاص والله المسألة فاتت ما زبطتش خلينا نجرب اللي أنت بتقوله المرة دي آه يبقى كده فيه إدارة للخلاف نخرج بقدر مشترك طول الوقت لازم كمان يبقى لازم عشان الشخص يحس أنه هو متزن لازم يبقى ليه رؤية عن الأسرة والبيت وينشط المقاص يعني ينشط العبادة يعرف أنه راح بيعبد ربنا في البيت ده عارف أنه هو بيعمر عارف أنه هو كمان بيزكي نفسه إيه ده يعني أنا ومع مراتي أزكي نفسي يعني أنا ومع زوجي أزكي نفسي أيوة يعني لازم ألاحظ نفسي ونفسي هي بتقول لي إيه ده هو هيخليكي خدامة ولا إيه هو هيخليكي كده تحت سلطانه هو هيعمل فيكي كده ليه فنفسي لما تتقلب علي إيه اللي يحصل أقولها إليكي عني حبيبي أنا الحاجة دي بتضيقني تعال نتكلم عنها شوي وأنا مستعدة أفهم أنت عايز تقول كده ليه وما أحسش إن أنا بهين نفسي أحس إن أنا بقرب من حبيبي وهو لما ييجي برضو حاجة مهمة خالص هو لما يحس إن أنت إلي هي زعلة إيه يا حبيبتي أنا قلت حاجة ديقك وأنا مستعدة على فكرة إننا أغير ونتفق على حاجة مناسبة بيننا واحد يقول لي الكلام ده جميل بس كان زمان إحنا بقلنا دلوقتي سنوات إحنا ممكن نعمله دلوقتي أي أن كان مدة خدمتك الزواجية أي أن كان مدة بذلك الزواجي نقدر نعمله دلوقتي حالة رابع خمس حاجة بقى يبقى إحنا قلنا في الأول إيه يدير نفسه تاني حاجة بعد ما يدير نفسه يعمل إيه تاني ما يدير حاجة يكون قادر يعيش مع طرف آخر ويندمج معه يا سادة ده إحنا في الجواز بندوب في بعض فإذا ما كانش هو قادر يندمج هي هتعمل كده هي هتاخد كدف منه وهو هيعبئة مسافة عنها هي تبقى عادة هنا وهو يبقى عادة هنا ما فيش تقارب فلازم يكون هو عنده قدرة على الاندماج مع شركة الحياة تالت حاجة أنه يقدر يدير الخلاف يقدر يدير مسائل الخلافية وكمان يبقى عنده تقبل لوجهة النظر الأخرى من شرك حياته الحاجة الرابعة أنه يكون عنده رؤية للقصة وينشط المقاصد بقى مقصد العبادة ومقصد العمران ومقصد التسكيع خمس حاجة يكون قادر أنه يشوف الحاجات الحلوة في شرك حياته فيطلع الحاجات الحلوة من شرك حياته هو لو عمل كده أو لو عمل كده هو جاهز كده أنه إيه هو جاهز أنه هو يدخل على الحياة الزوجية بس أنا أحذر بقى من حاجات كتيرة بتبين لنا أن الشخص ده مش قادر يكون شخص جاهز للجواز أول حاجة قول عريض كده أنا أجوزه عشان يستقر لا الله يستركم استقروا وبعدين يتجوز يبقى أول حاجة بلاش إيه بلاش فكرة إيه أنا أجوزه عشان يستقر لا هو لو يتجوز وبعدين إيه يستقروا وبعدين يتجوز عشان هو لو ما استقرش يتجوز أصلا أول ما بندخله فيه قرارات فيه جملة من العمليات ما ينقدرش أنه ننتظر فيها ونزاك إيه اللي حاصل الشخص اللي خارج من تجربة مطلق أو واحدة مفركشة يعني سايبة الخطوبة الخطوبة لسه خلصانة حسوا إنه ياخد قرار إن هو يتجوز لازم إيه اللي يحصل يتعافى يتعافى من علاقة السابقة أقول لكم حاجة من حياة المشهورة جدا جدا لما الناس ما بتعافوش من التجربة السابقة يعمل إيه يحاول يشوف يضبط المسافة ما بين الشريك الحياة اللي في الجواز ده ويشريك الحياة السابقة لو كان مطلق أو يعمل إيه أو هي تشوف هو قد إيه فيه نسبة من خطبها السابق لكن إيه اللي حاصل نتعافى ونرجع مرة تانية عشان نقدر نشوف الناس بشكل صحيح يبقى إيه استقر وبعدين نتجاوز مش تجاوز عشان تستقر دي عبارة فاسدة بتفسد علينا الزواج ليه؟ وهو ده برضو جزء من قولي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة فليت تزوج إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه وفزوجه لا الرجل ده لسه عنده حالة عنده اضطراب وعنده عدم استقرار ما يسمح لهش أنه يتجاوز اشتركوا في القناة